بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة نتحدث فيه عن البحث عن شغل البحث عن الشغل هو هاجس يقض الكثير من الشباب والطلب والخريجين قصتنا لهذه الليلة قصة واقعية بطلغ اسمه المهدي المهدي حاصل على الإجازة ويبحث عن عمل إنه ينتمي إلى أسرة اجتماعية بسيطة تقطن في أحياء شعبية والده كان مقعدا أمه شغال في البيوت له ثلاث أخوات الكبير منهن انقطعت مبكرا عن الدراسة لتعين الأسرة وتساعدها واشتغلت مزيدة عرائس كوافورة والأختين الصغيرتين لازلت في سن التمدرس المهدي كان دوما هو الأمل الذي يعمر قلب العائلة لأنه الدكر الوحيد الذي يحفظ اسم العائلة وهو الذي يحتضنها وإذا كبر واشتغل فإنه الذي يصرف عليها كانت الأم تقول يا بني انصرف إلى دراستك وانشغل بكتبك لا تهتم بأي شيء سوف أوفر لك كل طلباتك الأم تشتغل بالبيوت وتجمع الدراهم لتوفر حياة مستقرة لأسرتها سنة بعد سنة من النضال والكفاح والجد والاجتهاد نجح المهدي وحصل على شهادة الإجازة وتمنى أن يحصل على عمل كما يفعل جل الشباب فإنه يتبع السبل المتاحة للبحث عن عمل الطريقة هي أنه يكتب مجموعة رسائل أو بطاقات للتعريب نفسه ويكتب طلبات شغل ويطرق أبواب الإدارات والمؤسسات والشركات كان المهدي كل يوم ينصرف مبكرا بعد أن يصلي الفجر ويسلم على الوالدة وعلى العائلة ويلبس أجود ما عنده ويحمل حقيبته فيها شهادته المحصل عليها وعلى طلبة خطية موجهة إلى بعض المسؤولين في الإدارات ويتقدم بالطلب للعمل شهور تلو شهور ثم سنين تلو سنين ولا زال المهدي على حاله يطلب عملا ولكن لم يجد مرت الأيام فبدأ اليأس يدب إلى قلبه بدأت الأسرة تشعر بصعوبة الحياة ومشقة الحياة لأن الأسرة كانت تتمنى أن المهدي سوف يعمل مباشرة بعد التخرج وسوف يحصل على وظيفة وعلى أجر محترم وسوف يغيرون السكن ويقتني سيارة ويضعون أتة جميلا ويقضون عطلهم في سفر جميل كل هذه الأمال وهذه الطموحات بدأت كأنها صراب في الخيال الأيام تمضي المهدي أحب فتاة وكان ينوي الزواج بها كان بينهما علاقة عاطفية ويقول قريبا سوف أعمل وتأقدم لخطمتك الأيام تمضي والشهور تمضي والسنون تمضي كلما نظر المهدي إلى صورته في المرآة إلا وكان يرى أنه صار ربما هناك شعيرات بيضاء بدأت تغزو شعره وتجاعيد من هنا وهناك حتى إن هذه الفتاة صارت تضغط عليه وتقول لقد جاءني خطاب ووالدي يفرض علي أن أوافق أين أنت يا مهدي أين هو العمل وهو ينتظر وفي يوم من الأيام علم بأن خطيبته انصرفت عنه وخطبت لغيره وتزوجت بغيره يوم العرس عرس خطيبته كان يوما مشؤوما بالنسبة إليها كان فرح زفاف ودفوف ومزامير ونواقيس وغناء وطرب والمهدي كان يتسكع في الطرقات المجاورة لبيت العروسة ويندب حظه التعييس ويخاطب القدر لماذا أنا هكذا لماذا كل الأبواب مغلقة لماذا كذا وكذا أخيرا بعد أن دب الياسو إلى قلب المهدي وصار يجلس في الطرقات وعلى المقاهي حتى إنه لم يعد يجد ثمن القهوة فماذا يفعل فكر في شيء آخر فكر أنه يهاجر خارج أرض الوطن مدام أن الأوضاع تبدو هكذا ربما جد مقلقة لماذا لا يسافر خارج أرض الوطن يبحث عن عمل بدأ يفكر في عقود عمل بعضها في أوروبا وبعضها في الخليج وصدم بأن هناك سماصرة سماصرة يستغلون الشباب الذين عندهم نوع من الاستياء ومستعدون لأي شيء يقدم أي ثمن من أجل الحصول على تأشيرة السفر وعلى عقد عمل لكنه تعرض للنصب والاحتيال باعت أمه ذهبها ومدخرت العائلة كلها صرفت من أجل أن يحصل على عمل لكن دوما يتبين له بأن هناك سراب ففكر مع بعض أصحابه أنهم يهاجروا الهجرة هجرة سرية فكروا بأن هناك طريقة معينة في قارب مطاطي ممكن أن يسافر بغا ويهاجر إلى الضفة الأخرى وهناك يحصل على عمل ويحظى بحياة كريمة إنه يتابع الأحداث في العالم الغربي في الضفة الأخرى حيث العيون الزرق والشعر الأشقر والحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنعيم والأمن والاستقرار والرياضة والفن والثقافة وكل شيء فلماذا يبقى هنا؟ أراد المهدي أن يسافر ولكن ماذا يفعل؟ جاء إلى أمه وأبيه وأخبرهم بأنه قد حصل على 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 تأشير وعلى عقد عمل وأنه سوف يسافر إلى أوروبا وأنه اتفق مع المسؤولين وأنه سوف يأخذ الأسبوع المقبل الطائرة فريحة الأم وسر الأب وأخواته البنات سرن يزغردن يرفعن أصوتهن بالزغريد أخوهن إذن أخيرا حصل على عمل لما كان يعد عدته ولم يخبرهم بأنه سوف يسافر عن طريق قوارب الموت بدأ يعد العداء وجمع ملابسه تلك الليلة كانت ليلة جميلة الليلة فيها دموع وفيها فرح المهدي سوف يسافر وقد حصل على رغبته ولكن هناك بكاء الفراح الأم تعد له ما يحتاج إليه في هذا السفر أخواته البنات كل واحدة منهن تعد له شيئا الكبرى جاءته بملابس داخلية وأدوات حلاقة وبغفة رائحة طيبة لكي يستعملها الأخت صغيرة جاءته بدمية ننوس صغير لكي يتذكرها والده المقعد المسم أعطاه مصحف صغير كان يخبئه في تيابه قال خذ معك هذا المصحف أما المهدي فماذا كان يخبئ؟ كان يخبئ لما جمع حقيبة ملابسه من بين الأمور التي جمعها وأحبها العالم الوطني أي نعم عالم وطني أحمر بداخله نجمة خضراء ترمز إلى أركان الإسلام الخمسة واللون الأخضر يرمز إلى الأرض الخصبة المعطاءة والدم الأحمر يرمز إلى الدم نفذ هذه الأرض بدمائنا عانق الراية المغربية وتدتر بها وأخذ صورة جماعية مع العائلة آخر وداع أمه أهدته قبلات وأهدته عناقات ثم أخذوه في سيارة لبعض الجيران حتى أوصلوه إلى رصيف المطار عند المطار أخذ حقيبته الصغرى وهناك حقيبة أخرى في ظهره ودعهم عند باب المطار وهم ظنوا أنه سوف يقله طائرة سيسفر عن طريق الطائرة لكن خدعهم حتى انصرفوا ودعهم ثم وجد سيارة أخرى تنتظره قرب المطار لكي يذهبوا معا إلى مكان غريب وبعيد منه سوف ينطلقون إلى الرحلة رحلة الموت رحلة قوارب الموت عن طريق القارب المطاطي فعلا وجد تلة كبيرة من الشباب مثله يائس كلهم أرادوا أن يهاجروا فلما وصلوا إلى ذلك المكان بقوا تقريبا يوما يوما بدون سفر القفطان يقول بأن الأمواج عاتية والبحر غير مستقر انتظروا قليلا حتى تهدأ الأمواج أكلوا القليل وشربوا القليل وشعروا كأنه في سهم انتظار هذه الرحلة في اليوم الثالث بدأت الرحلة الأمو والأبو والأخوات ينتظرون أن المهدي سوف يصل إلى أوروبا وسوف يكلم هناك بالهاتف ويطمئهن عليه لكن لم يتصل انطلقت الرحلة في القارب المطاطي وبدأت تعبر أمواجا عاتية وكان يحلم وهو في طريقه أنه سوف يعانق أرض الحرية وأنه سوف يدخل إلى الفردوس المفقود لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن كانت صاعقة كبيرة وجاءت العاصفة والأمطار العاتية ومن تم انقلب القارب وكل من كان فيه صار تحت أعماق البحر تقناقلت الأخبار بأن هناك قاربا فيه مجموعة من الشباب ما يربع عن الأربعين قد توف وإذا بالأخبار تصل إلى عائلة المهدي بأن المهدي لم يسافر في الطائرة وإنما سافر عن طريق القارب المهدي أخته الكبرى بدأت تتحرى ذهبت إلى أرض المطار تسأل فلم يسجل هذا الاسم عندهم في سفر العادي في المطار فعلمت بأن أخاها قد غامر بنفسه وبعد إجراءات طويلة وتدخل رجال الإنقاذ نقعد هؤلاء الشباب وكان من بينهم المهدي كان ضحية وأنه في البحر دفن ولفظة الأمواج لما جاء به إلى أرض المغرب الأم تبكي والأب الذي كان مقعدا أراد أن يقف من شدة الحزن وأخواته التي ودعناه بالزغريد سرنا يندبنا الخدود وينتفن الشعور ويدربنا بالصدور كان ألما عظيما من بين الأمتعة التي حصلوا عليها وسلموا إياها حقيبة مهدي فيها المصحف الشريف الذي سلمه أبوه فيها بعض أغراضه وفيها العلم الوطني العلم الأحمر الذي بداخله نجمة خمسية خضراء رأت الأخت ذلك العلم بكت كثيرا يوم الدفن كان يوما أليما كأنه عرس عازب توفي غرقا في المياه والناس يرددون الصلاة على النبي المختار وحينما دفنوه جاءت الأخت بالعلم الوطني الأحمر الذي تتوسطه النجمة الخضراء الخمسية وضعته فوق التابوت الأخضر بدأت تبكي وكتبت على تابوته مات المهدي وعاش الوطن مات المهدي وعاش الوطن قصة أيها الأحباب الكرام حقيقية وواقعية تحمل الكثير من الدلالات ومن العبر ولعلها تكون درسا بليغا لنا ولكل المستمعين وللمسؤولين في هذا البلد الأمين لكي نضع اليد في اليد من أجل إنقاذ هذا الوطن وراية الوطن ومصير الشباب حتى يحضوا بالعمل والشهل ويحضوا بالكرامة والعزة في أرض الوطن نبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل ونناقش وإياكم مضامين هذه القصة فابقوا معنا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللحظة أيها الأحباب الكرام يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم كالعادة أرقامنا 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحما بكل المكلمات نبدأها من أجذير معنا للا خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برك الله بنتي خديجة ولله الحمد أيها بنتي عقلت عليك بنتي خديجة الله يصلحك يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي وحافظك يا عمي بغيت نمرة دي لك لا تصل بالجي وخا بنتي أنا ناخد نمرة دي لك بنتي خديجة الله يحفظك ورعاك لا إله إلا الله الله يسمح لنا من الوالدين رالي عنده شيء أم مريضة في البيت يعني أعطاه الله تعالى تأشيرة لدخول الجنة بلا تعب ولا مشقة كلما اهتم بهذه الأم واعتنى بها وأدخل الفرحة والسرورة إلى قلبها كان بغير نقول أيها الأحباب والكرم أن هذا المرض لغضي صيب بعض الناس خصوصا كبر السن ركل رحمة وكل كرامة لأن الله تعالى إذا أحب عبدا نال منه والأمراض هي نقاء وارتقاء نقاء من الذنوب وارتقاء في الدرجات ولعل الله تعالى في كبر سننا يبتلين المولى عز وجل بأمراض وأسقام لماذا؟ أولا لكي نلهجأ بالحمد ونسعى للطلب لأن المريد تجده لا يقوى على المعصية المريد لا يستطيع أن يعصي المولى لا يستطيع أن يقوم بأعمال عدوان أو أعمال عنف المريد تجده في واحدة الرقنة جالس وكتلقى يسبح ويحمد المولى ويذكر الله جل جلاله ربنا أرد له هذه الخدمة ثم هذا المريد تلقى بأن الناس يحنون إليه وكتجي العائلة والأحباب لكي نقطعين الرحم كي يقولوا هذه فرصتنا لكي نصل هذا الشخص فلان مريد أو فلان مريضة فيتجمع العائلة يكون سببا في التجمعات العائلية والأسرية وصلة الأرحم ولكي قابلوا ذاك المريد أعطاهم الله أجر والتواب عظيم جعل الجنة تحت أقدام الأمهات ولكي يزور ذاك المريد يجد الله عنده عبدي مريدت فلم تعدني فيقول العبد يا رب كيف تمرد وأنت رب العالمين قال نعم لقد مرض عبدي فلو عدته لو وجدتني عنده لو وجدتني عنده بما هناك العندية الذي يزور المريد يجد الله عنده وبالتالي تحظى بأجر وتواب ورضاء الرحمن فكل ما يفعل ربك خير كل ما يفعل ربك خير لو تأملتم بتأمل بنور الإيمان واليقين سترون بأن الحياة ما فيها شر كل ما فيها خير خصوصا إذا جعلت قصدك ونيتك واتجاهك مع الحق جل جلاله بنت خديجة تهل ضيف المريمة تهل ضيفها ومسي لها الراس ولي الدين وأطيل فيها النظر لأن المريد مغفورا له ومن نظر إلى المريد غفر الله له كيقول العلماء ثلاثة مغفور لهم ثلاثة يقول لينظر الواحد فيهم كيغفر لك الله تعالى اللول وهو الحاج الذي حج حجا مبرور خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى اجتواحد الحاج أو المعتمر بقي الله جمع البقاء المقدسة مغفورا له انظر في وجهه من نظر إلى مغفور غفر الله له والتاني شكنا هو هو المريد المريد الذي يئن ما عنده صحة رب سلام منه صحته وعافيته وقد لقى لك المريد شاكر وحامل يقول الحمد لله ها احنا رضينا بما قسم الله هذا مغفورا له ومن نظر إليه غفر الله له والتالت من هو هو المبتلع اعطى الله واحد البلاء شديد اما اصيب بفقر او اصيب بمصيب من المصائب الشديدة الاولاد او الزوجة او العمل وصابر واحتسب هذا المبتلع مغفورا له ومن نظر إليه غفر الله له فاسأل الله تعالى ان يشفي امك الله دويها اللهم تعالى عالجها اللهم جبرها في الغيب اللهم جبر عظمها وقوش كيمتها وانزل عليها في المنام الرحمات وانزل عليها البركات واجعل تقوم صباحا وقد شوفيت وعفيت بفضلك وجودك وكرمك اللهم وشفي جميع مرضى المسلمين اللهم وطبهم في الغيب وارزقهم الصحة والعافية وتمام العافية قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم ونتحول الى مراكش مع اخينا الساعة عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك مولاي الله يحفظك وليداتك مولاي الله يطول عمرك شرفين اهلا وسهلا بيك اخي لا يزالك بيخير طيب قريبا ما نتقدم عند النداء المحتينين لا يزالهم بيخير ايه واحد من الجيد خصو الجليش ايه جامعة منها نعم دوار ولاد شيخ نعم لا يزالك بيخير اكتب الله يحفظك وخاخوية بإذن الله انا اغنطلب الاخي سامي باشي اضبط لي التليفون ديالك وان شاء الله تعالى يكون خير بإذن الله الله يفقكم السلام عبدالله على هذا العمل المبارك بناء المساجد هي اعظم الانجازات هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها هكذا قال الله تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها اي طلب منكم عمارتها هذه الارض نحن مطالبين بالتعمير والبناء والتشهيد واعظم شيء نبدأ به في التعمير والتشهيد هي بيوت الله المساجد هي بيوت الله يجتمع فيها اهل الايمان واليقين ويذكرون فيها الله تعالى ويحافظون على الصلاوات الخمس هي اعظم مكان لهذا الدول الاسلامية في كل دولة قتلقى بان العمود الفقري ديالدولة هي الوزارة المكلفة بالشأن الديني فمغربنا ولله الحمد كنموذج يحتدى فالعمق ديالدولة المغربية هي الوزارة المكلفة بالشأن الديني والتي يرأسها امير المؤمنين وهذا يؤدي الى امن روحي ويساهم في الاستقرار ويساهم في التجمع وفي التنمية وفي التراحم بين الخلق وحينما نبني اي مدينة او قرية فنوات المدينة او القرية تكون ديمني المسجد الذي يرفع فيه اسم الله ويتحلق حوله الدكاكين التجارية والاسواق ثم البنايات ثم باقي المؤسسات فالمساجد لها دور رفيع والحمد لله مغربنا يعتبر من الدول الرائدة في بناء المساجد حتى انه الاول على الصعيد الافريقي والشمال افريقيا والشرق الاوسط المغرب تقريبا باستثناء ربما مصر مصر تفوقنا لان عددها كبير يزيد عن التسعين مليون نسمة والمغرب يأتي في الدرجة الاولى في شمال افريقيا يفوق حتى الجزائر التي عندها مساحة كبيرة يفوقها كثيرا في اعداد المساجد ومع كل هذا يبقى هناك اماكن كثيرة فيها خصاص لبناء بيوت له خصوصا في المدن الكبرى حيث نجد هناك مدن تبنى على السواحل على الهامش وهذه المدن تتسع باستمرار ونبني فيها بعض الطرقات وبعض المؤسسات وتكون المساجد هي طلبات ملحة ثم هناك بعض الدواوير وبعض المداشر ربما قد لا تهتم بها الوزارة المعنية وتترك الأمر للمحسنين وتترك الأمر لأصحاب الخير ومنها هذا الطلب الذي جاءنا من أخينا عبدالله بمراكش أن هذا المسجد لمسجد جاليس اسمه مسجد جاليس بجماعة المنافع دوار أولاد الشيخ هذه فرصة للناس اللي هم يعرفوا مراكش مراكش فيها سبعة رجال فيها أعظم وأبرك الرجال الذين مروا في المغرب القاضي عياض وما أدراك ما القاضي عياض والإمام الجزولي وما أدراك ما الإمام الجزولي صاحب دليل خيرات وغيره من الرجالات العظام وفيها مساجد كبرى ولكن نواحيها تحتاج إلى الدعم وتحتاج إلى البناء والعناية وهذه فرصة بعض الأسخاص في الدواوير يقومون من تلقاء أنفسهم ببناء مساجد خصوصا إذا كان المسجد بعيد أكثر من 300 متر صعب جدا أن تحافظ على الصلاة في المسجد على الأقل أقصى 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 المسافة ممكن احترامها هي 300 متر لأن خمس صلاوات في اليوم اللي صلنا غاص على وحدة راكد رب 600 متر ذهابا وإيابا ولهذا النسك يقولوا ندروا واحد المسجد دي القرب وهذا المسجد دي القرب ما كتكلش بال وزارة المعنية بالأوقاف الشواليسلامية وإنما يترك الأمر لأهل الخير وأهل الفضل فهذه فرصة للأحباب دي المراكش راك يعرفوا هذه المنطقة جماعة المنافعة دوار أولاد الشيخ تمكن واحد المسجد اسمته مجلس جليس راتبنا ولكن خاصه مازال الزليج وبعض المنافع هذه فرصة من أراد أن يكتب عند الله تعالى بأنه بنى مسجدا لله تعالى فليساهم في هذا المسجد يتصل بالمنطقة خصوصا أولاد المنطقة دي المراكش وما حولها كيسول أشخاصهم يقول لخاصنا واحد للقدر معين للزليج مترات محددات وكيمشي للسوق يشريها وكيجيبها كيلي ما يقدر تشدير هذا العمل الكبير كيسهم ولو بقليل من المال وكي تجمع ذاك المال وأهل الخير وأهل الفضل راك يقوموا بهذه الأشغال وكل لله كل لله سبحانه وتعالى ومن صدق فإن الله تعالى يزيده من فضله ومن نعمه ومن أخلى بذلك الله يغفر للجميع فشكرا أخي عبدالله من مراكش وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في هذا العمل العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة حتى قال العلماء والمحدثون أن من من رمى حصات حصات في هذا المسجد يكتب بأنه ساهم في بناء هذا المسجد فما ضلق بالذي ساهم بأكثر من حصات تقبل الله من الجميع نتحول إلى إجرسيف مع للا ربيعة للا عربية العربية اسم جميل هذا السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله للا عربية حياك الله الله يزيدك للنور والإيمان واليقين والبركة والتسيرة بنتي الله يحفظك ويرعك يا ربي يا كريم ليلة هيل الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خس كدع معي واحد الوالدة فيها السكور واحد الوالد مسكين كبير خس كدع لي معهم مع مقريبا يا رحمن يا رحيم يا رب دع لي مع رجلي وليدتي واحد الوالدة كان يقرأ مسكين وده بلخد ما لواله خس كدع لي معهم ريد بالمعيدة خس كدع لي معهم يا ربي يا رحمن يا رحيم الله يحفظك الشريفة الله يحفظك للعربية شكرا لك للعربية كنشكرك لله وتحية كبيرة لإقليم جرسيف ورجاله ونسائه الأفداد الأصحاب العزائم وأصحاب الإيرادات القوية للعربية الإنسان بعد الأحيان كتمر عليه واحد ظروف صعبة كالقو كيشعر بضيق في نفسه وبالتالي كيلقى بأن البيت مظلم وكيلقى بأن العلاقات العائلية متوترة هذا كيقع على الناس كلهم في جميع المدن وفي جميع الأقاليم وفي جميع الدول ولا فرق بين الغني ولا الفقير بالعكس كيلقوا بعد مرة الأغنية لعندهم الدور الشاسعة الفيلات الفاهرة والنائم الكثير هم أكثر الناس إصابة بهذه الحالة كيتجي من واحد الحالة يلضيق دي النفس وبالتالي يرى كل شيء حوله مظلما ما كيبقاش عنده المذاق لجوء دي الحياة ما كيبقاش عنده وكيشعر بأنه ضيق في الصدر ضيق في العلاقات مع العائلات هذا ما ماذا يعني هذا هذا يعني أن هناك أنوار في صدور المؤمنين التفسير دي الحالة عند تفسيرات كثيرة في علم النفس في علم الاجتماع في قضايا الطب ولكن في الجانب الديني على تفسير بسيط جدا وواضح والمغربة غير يفهموه وغير تقبلوه وغير يعملو به ما هو هالتفسير وهو أن بالداخل دينا في النفس دينا عدنا عدنا مصابيح عدنا بولات عدنا دي بروجيكتور في النفس دينا الداخل هذيك البروجيكتور مليك تكون خدامة زيان وكتعطي الضوء كتكون انت فرحان انت فقير ما عندك والو عندك غاج اللابة وعندك واحد لقمة خبز واتي وواحد اربعة الحيوط وفرحان وكتقول لحمدناك يا ربي وشكرناك يا ربي ما خصنا ولو غير الشتاء فرحان فرحان علاش البروجيكتور اللي عندك في الصدر ديلك خدامي مزيان وكتلقى رأسك انك كتخدم واحد لعمل شاق فيه تعب وفيه مشقة وكتهز وكتحط وفرحان وكتاخد أجرة ضعيفة وكتقول الله يجعل بركة علاش تشكله البروجيكتور عندك خدام مزيان مليح من لك يوقع أسباب معينة وكيبدأ داك الضول اللي عندك الداخل كيضعاف كيكيختفق كيختفق إلى مشة انقص أو ضلام صحافي الإنسان كيبالي كله أسود وخيكون في يعيش في قصر مشيد وخيكون عنده موائد ديالطعام والشراب مما تلد الأنفس وتعشق الأعين وخيكون عنده الخدم والحشم والسيارات الفارهة والأموال المتراكمة وخيكون عنده المنصب السياسي السيادي لا شيء لا شيء علش لأنه تفضو تفضو البروجيكتور اللي كان في النفس كيتفق يبالي كل شيء أسود وكيكون عنده علاقة مع بقية المحيط ديالك كتلقى عنده صراع مع الزوج خصام مع الأولاد خصام مع الخدام خصام مع كل الناس كتلقى أشجام مش عليه البولة كيلي كي فيقلب على الأسباب كيقلب على أسباب هنا وهنا وهناه كيضيع وقته كيلي سنوات وكيجري وكيمشي إنفق أموال طائلة والحال يبقى هو عليه المشكلة بسيط جدا هو خصو يعمل على إنارة المصابيح التي في صدره هاد المصابيح اشنا هو اللي كيشعلها واشنا هو اللي كيساهم في إطفائها اللي كي يخليك كيشعل هاد المصابيح في القلب ديالنا هي أن الإنسان كيكون قلبه دوما معلق بالله قلبك معلق بالله دائما تستشعر بأن الله موجود كيفاش هنعرف رسي وشنا قلبي معلق بالله كتكون دائما تنظر إلى ملكوت الله دبا كيلي اللي كيشوف غير الناس أشلابسين أشمن موبايل هزو فيدو أشمن سيارة كيشوف غير المصنوعات ولكن دوك اللي عندهم الأنوار كيشوف الصمعة دي الخالق كيشوف الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والبحار والرياح والمخلوقات سبحانك زهرة نملة طائر سمكة أي شيء من صمع الله كيقول سبحانك ما أعظم شانك هذا معنى أن قلبك معلق بالله ثم أنك تزيد هذه الأنوار بأن تجعل لسانك رطبا بذكر الله دائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأمر التالت ما هو أنك لا تفكر في الرزق الرزق هو السبب لك يخلي الناس مخاصمين كيوقع النزاع بين العائلات كيوقع النزاع بين الشركاء في العمل كيوقع النزاع بين أرباب العمل والنقابات العملية كيوقع النزاع بين الوزارات التي تقرر قرارات والجماهير الطلابية والشعبية التي ترى بأن القرارات في غير مصلحتها أش كيوقع أنك يوقع الصراع وكيوقع الاستضام النسل عندهم الأنواب في قلوبهم كي آمنوا بأن الرزق ليس في يد البشر مهما حصل الرزق عند الرزاق ولهذا لا ينشغلون بالرزق كتلقى دائما كيقولك أن الرزقي مضمون لأن الله تعالى جعله بيده وليس بيد المخلوقات ما كش وحد غد يحيدك اللقمة من فمك لأن ربي عز وجل كاتب لك رزقك منذ أن كنت جاني في بطن أمك عليك أن تؤمن بذلك وتعمل على مقتضاه وسترى عجائب قدرة الله سترى بأن الرزاق كل يوم يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وقص على ذلك أنك تحب الخير للشرط الرابع تحب الخير للناس وتنوي فيهم الضن الحسن لا تنوي فيهم سوء الضن وتسير على هذا المنوال غدت لقى بأن الأنوار تشعل غدت خاص بأنك فرحان دوما وأبدا كيفاش كتفوا الأنوار كتفوا الأنوار إما بالغفلة كي يغافل عن ذكر الله كي يغفل كي يبقى مهتم بالدنيا ومشاغلها وصراعتها وكي يوقع عليه ربما وقوع في بعض المحرمات أو الأتام وكلما وقع العبد في إتم إلا وانطفأت وانطفأت الأنوار في صدره كلما أدنب دنبا إلا وانطفأت الأضواء قد يكون الدنب كبير كشرب الخمر وكالزينة وكالفساد وقد يكون هذا الدنب غيبة أو نميمة وقد يكون هذا الدنب تركل الصلاة في وقتها وقد يكون هذا الدنب أكل حرام كل هذا يؤدي إلى انطفاء هذه الأنوار وقد يكون السبب انطفاء الأنوار أن الإنسان مسكين رغم زيان وفي طريق المستقيم وكيعبد ربي ولكن أصابت عين كدقى معين أصيب بالعين غادي بالنجاح وغادي بالاستقامة وغادي فرحان ويظهر نعمة الله عليه بعض الناس كيشوفوا فيه وحيشوفا دير الحسد وربي قال لنا من شر حاسد حسد إلا توجه لك الحساد والذين في قلوبهم مرض تنطفئ الأنوار في صدرك وقد يكون السبب ابتلى من عند الله الله تعالى إذا أراد أن يبتلي عبدا يطفئ الأنوار لكي يشتهد ويعيد امتلاق من جديد للعمل الصالح فكل هذا الذي وقع لك أختي عربية هي ظلمة وانحينها إن شاء الله بالذكر بالتأمل في ملكوت الله غادي نعتقد بأن الرزق ره بيد الله ما كاشل غيده لي وما كاشل غادي يعطيه لي عطي مولانا وغادي يكون عندي دائما حسن الضم بالآخرين والتماس العذر للآخرين ولسانك دوما مرتبا بذكر الله وغادي تلقى بأن الحمد لله لا تحتاج إلى طبيب ولا إلى معالج ولا إلى راق ولا إلى دواء طبيبك الله علاجك ذكر الله وقناعتك بالله وترى عجبا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك وينير لك الطريق وأسأل الله تعالى أن يحافظ لك على الأولاد وعلى البنات ويحفظ الوالدين ويشفيهم ويعافيهم ويبارك في الزوج وفي الأخ وفي كل أفراد الأسرة والعائلة اللهم أمين يا ربي يا كريم ونواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة نتحول إلى بجدور معنا للا بشرة السلام سيكو ريبان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أفرح أنا بزاب اليوم أمني شد لي على خط الله العظيم أنا أفرح أنا بزاب زب زب يا ألف مرحبا بك ابنتي بسكو ريبان وغيرتك تدعي معايا ومع والداتي ودعي لي مع والدية هما يا ربي يا كريم ودعي معايا أنا بزاب راني مريضة شوية لا إله هيل الله وليوم أمني شدت الرقي عند واحد السيدة صابت بفتحر الله أكبر الله أكبر وغيرتك تدعي معايا بزاب الله يشافك بنتي الله يشافك ويعافيك واخب بنتي بإذن الله أنا أخذ الرقم جديد إن شاء الله ونتوصل معك بنتي بشرة لا إله إلا الله الله يشافك تحية كبيرة لك يا بشرة ولكل ساكنة إقليم بجدور ولكل أقاليم سكان أقالي من الجنوبية الذين نعبر لهم عن محبتنا ومودتنا وعلى أننا جميعا إخوة وعلى أننا جميعا ننتمي إلى نفس الوطن نتغطى بسمائه ونفترش ترابه ونروى من مائه وأسأل الله تعالى أن يجعلنا دوما متحابين متأخين متضامنين وأسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا أشقاءنا الجزائريين يهديهم الله لطريق المستقيم حتى ينطفئ هذا الغضب وهذه الضغائن ونرجع إلى سالف عهدنا متحابين متعاونين متألفين فالأرض أرض الله والخلق خلق الله ولا إله إلا الله بنتي بشرة هذا الحالة دي المس هي تصيب عادة الفتيات في سن اللي تكون سن الربيع سن الجمال والبغاء السن دي 18 عام 24 عام 30 عام هذا السن هذي كتسمى السن اللي هي اللي فيها الانطلاقة وفيها الإحساس بالجمال والإحساس بلدة الحياة ومتعة الحياة هنا بعض الفتيات يتعرضن لنوع من الغزو الغزو أشكال وألواع هناك الغزو دي البشر بعضهم لبعض كالغزو الصليبي والغزو الاستعماري والغزو دي التطار والمغول مع هولاكو وتيمور لنغ وتاريخ مليء بالغزو تاريخ البشرية قائم على الصراع بين الحق والباطل والخير والشر هناك غزو آخر من عالم الأرواح إلى عالم الأرواح أرواح الخبيطة من الجن السفلي إلى عالم البشر لأن الجن فيه السفلي وفيه العلوي وفيه الأرضي هم مراتب العلوي مقرب لك الجن العلوي هادوك صالحين هادوك ربما أكثر منا إيمانا ويقينا وصلاحا من أهل القرآن وفيهم دعاة يدعون إلى الله وفيهم حجاج ومعتمرون جن يعبدون الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهناك الجن الأرضي بحالنا نحن كنسعوا في الأرض كنتلبون من رزق الله حتى هم بحالنا هم كيخرجوا بالليل نحن كنسو جعل للينا النهارة معاشا والليل سباتا وما كيخرجوا بالليل كيعيشوا هادوك جن أرضيين تاهم ما كيقلب على رزقوة ومزواجوا عنده ولدات وعندهم نظام تعليمي وعندهم حكومات وعندهم نظام حياة بحال نواء وزيادة وكي الجن السفلي هم هادوك الليك لوشار هادوك المتشردين المتسكعين اللي كيقلبوا على من يغريسيو هادوك ما الدم يقدر كيخرج كيقلب على من على من على من كيقلب إملي كيلقى شي واحد مأزم نفسيا كيقول هادا غندخل لي لكي نأزم نفسيا ما راضيش على نفسه ما راضيش على الوضع حوله طالع ليه دمت حاجة ما عاجبه هنا كيلقى المدخل سهل باش يدخل عنده كي النوع الثاني بعض الفتيات لكي تلقونوا حزينات كيكونوا مقموعات وكيكونوا مساكننا دائما ما عندهم زهر وكيبكي وانا ما عندي زهر وانا محقورة وانا مضيليمة وانا مسكينة وانا اللي يربعوني وانا اللي دالوني هذا كي يدخل لها كي يدخل لها من واحد جهة وكي نبع الفئة أخرى الفتيات الحسنوات جدا كتبقىها بالليل كتبقى مقابلة المرايا مرايا مرايا وكتشوف ملامحها شعرها أنفها أرنبت وأنفها كتشوف عجونها حاجبيها خدودها تضاريس جسدها وكتبقى تتأمل إما كيعجبها وكتبقى تتأمل فيه وإما تستاء منه أنفي كبير وجبهتي متسعة وضقني قصير وكتبقى تحجمها عجبها تريد أن تقيم عملية تجميل شاملة هؤلاء اللي كيبقوا مع المرايا في حوار الليل كله هنا كيدخل لهم الجن ببساطة كيدخل لهم وكيدتعدى لهم وكيد أسباب أخرى كثيرة ومتعددة العلاج بسيط جدا وهي أن الإنسان لا يخاف إلا من الله الخوف لأن اللي كي تسلط عليه الجن هو الخوف اللي عنده الخوف وعند الرعب إبليس وجنوده يقول لك هذا أكلة سائغة لهذا علينا أن لا نخاف أبدا الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى لهو الشديد العقاب وهو الضار النافع المعطي المانع أما كل المخلوقات لا شا تخاف منه هو مخلوق وأنت مخلوق إلا خفت منه وغير حجرك قالوا لي فرعون يا فرعون أنت ليه بتتفرعا قال علشان ما لأيتش حد يا إفعصادي هذه مثل كي قلوه المصريين دي الاستبداد السياسي لماذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأن نلقى كل شي خوف وكل شي جمد وبالتالي تفرعا ولكن إنسان المؤمن لا يخاف إلا من الله وحده لا الشريك له الجني يوقف حدك جني كله طولا وعرضا قل لي أنت مخلوق وأنا مخلوق هو عنده قدرة أعطالي الله تأثير التأثير دي اللي جينا شنوه كينفخ عنده واحد البرد في الفم دياله كيجي عنده الضحية ذاكار أو أنتع كيقشعر الجيل ديالك كيخولك الركابي كتشعر بالرعب وكتشعر بالخوف وكيسيطر عليك هذه قوة أعطالي مول أنا كما بقي مخلوقات الحيون أعطاهم كلهم قوة راه الأسد الأسد اللي هو عظيم وملك الغاب راه ماشي قوي ولكن أعطاه الله تعالى واحد السر أعطاه واحد الزئير ذاك الزئير ديال الأسد هذي الطريقة اللي كيستعملها كيخرج منها واحد الريحة واحد مخدر كتشمال غازلة كيخولي الركابي هكذا الجين إحنا المشر أعطانا لنا قوة أخرى مضادة أعطانا ذكر الله غير كلمة لا إله إلا الله كتقولها ركت خرج منك طاقة نورانية كتعود محمي من كل الجوانب أما إذا زدت في الأذكار وهي كثيرة ومتعددة من تسبيح وتكبير وتهليل وصلاة على رسول الله لا تخافوا أبدا أسأل الله الكريم بنتي للا بشرة الله يبشرك بالخير ويحفظك مولانا من الأمراض والأسقام وأحسن طريقة نقضي بعد الجن ما هي هي الإكتار من الصلاة على النبي المختار علاش حد كلما تمت الصلاة على النبي في مكان إلا ورائحة طيبة الطيبة من المسكي تصعد من الأرض إلى السماء فتقول الملائكة هذا مجلس يصلى فيه على رسول الله فتحف مجلسك الملائكة نحن دبال الآن كانت تكلموا أرى الملائكة معنا غير كنت تذكر الله تعالى كانت تجيب الملائكة سياحون في الأرض فإذا حلت الملائكة هربت الشياطين ولهذا نقول الأحباب الكرام جميعا نقوم على واحدة الأنشودة جميلة جدا فيها المدد من الله تعالى وفيها الصلاة على رسولنا المختار وإن شاء الله تعالى لما تقرأ ونمدح ونفرح ونسعد تفر الجن وتحضر الملائكة أسأل الله تعالى أن يشافي الجميع ويبارك في الجميع اللهم أمين يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل أيها الأحباب الكرام اللحظة يسعدنا أن نسافر خرج أرض الوطن إلى فرنسا إلى مدينة الجن والملائكة إلى معنى المليكة السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله حفظك ورعاقبك فيك اللهم أمين لله يا ربي والله يجعل بركة في لولدك وخلاك وقراك الله يرحمه ومستعليه واجدد علي الرحمات الله أمين جزاك الله الفخير الله يطول عمرك الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك الله يرحم لك لواني دي المبيت كدعي لي مع ولداتي وحده ولد رقم سنين هدي ما عنده ولدات الله أكبر ويتش دي ربي يفرج عليه يعطي حقه بحل قرانه يا ربي ودعي لي مع ولداتي الله يعطيهم الحنان بيناتهم ودعي لي مع معي ومع رجلي مع ولداتي كاملين مريضة شوية ايانا الله ينجيك يا ربي تشفيك وتعافيك يا رب أمين سيدي يمين الله يراني اليوم فرحانة بزاف 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 منيش تجلي الخط لا إله إلا الله الله يحفظك ورعك يا رب يا ألف مرحبا يا ألف مرحبا للا الله يطول عمرك للا مليك الله يرحم لك الوالد يدعي لي يدعوه مع ذاك اللي يعطي حقه بحلق رانو يعطي صححته عيان شوية مسكين يا رب مريض شوية صححته مسكين بتدرب إشاف وعاف وإشاف في جميع المسلمين يا ربي آمين للا آمين يا ربي يا كريم يدعي لي مع ولدتي يتحن بنتهم الله يعطيهم الحنان بنتهم الله يهديهم الله ينبهم الطريق لله الصلاة والحسنات يا ربي يا كريم يا ربي شكرا لك للمليكة كنشكرك شكرا جزيلا بارك الله فيك ومن خلالك كنحييك وكنحيي جميع الجالية المغربية المقيمة بالخارج حافظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم الله للمليكة كلام محلو كلامها نور على نور اللهم تعالى يجعلك مع نساء النبي المصطفى ويجعلك مع فاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه العظيم نستفيد من كلام للمليكة أن هناك أشياء ربنا عز وجل تفرد بها وهو الذي يعطيها للخلق للمليكة أشارت إليها اللولة هي الخلفة يعني الحمل والإنجاب والأولاد احتى وحد ما يقدر يتحكم في هذا النظام سوى الوهاب الخالق الوهاب سبحانه وتعالى كذلك قضية لحانا من الأولاد يعني أولادك ممكن توفر لهم السكن والتمدرس والصحة والترفيه ولكن الحنان شكو اللي غد يعطيه المولى عز وجل هو اللي يسكب ينبي الحنان في القلوب دي الأولاد والبنات والعائلة والأفراد هذا كي يحيلنا على أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق اجعل واحد الأرزاق سهلة نوصلولي نحن بنفسنا واجعل الأرزاق بيده يمسكوها إلا بغيتيها يطلبها منه هو مفهوم هذه القصة هذه المعادلة الأرزاق فيها أشكال وألوان وكل مرة ربما نذكروا واحد اللون من ألوان الأرزاق كين الرزق اللي ربي عز وجل جعله ميسر في الحياة الدنيا كي يخذ المؤمن والكافر والضعيف والقوي كي يمشي له خصك تشاهد خصك تشمر على السعيد ديالك خصك تخططه تصليه لأن ربي جعله متاحا للجميع لكن هناك أرزاق أمسكها سبحانه وقال إن اللي بغها أرها موجودة ولكن ضقوا بابي وتدللوا على أعتابي وسوف أعطيكم وزيادة من بينها القضية للإنجاب للأولاد هو من اختصاص المولى وخط الأطباء ديالعالم كله يجمع على أن يصنعوا دباب ما يقدروا نهائيا ولكن الله تعالى هو الخلاق ذو القوة المتين وكذلك قضية الحنان بالأولاد والبنات والأسرة والعائلة هو سبحانه وتعالى كالضق باب وكي يسكب في القلوب والنفوس ينبيع الحنان للا مليكة نطلب الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وغلق السادة المستمعين مش يرفعوا واحد دعوة دير الخير للملكة ربي يفرح ويفرح أوليدها بالإنجاب لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر عنده لما قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الدكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير سبحانه العلم عنده وكل شيء بقدرته فهو الذي يهب يهب لمن يشاء إناثا الله عز وجل أحيانا قد يؤخر الإنجاب على بعض خلقه وقد أخره على أنبياء وعلى مرسلين وعلى علماء ودعاة وصلحاء لماذا أخر عنهم هذا الإنجاب لأن الله تعالى يريد أن يسمع نداءهم إذا أحب الله تعالى أن يسمع نداءك أغلق عليك الأبواب وجعلك تيأس مما في يد الخلق حتى لا يبقى لك إلا الخالق عز وجل نذكر مثلا ما حكاه القرآن الكريم عن نبي الله زكريا كان يقول وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وربنا عز وجل أكرمه بالذرية الطيبة وغيرهم كثير جدا منهم سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو أيضا ربنا حرمه من الإنجاب حتى وصل إلى سن كبيرة ولما أعطاه المولى أعطاه ذكرين نبيين هما هما الآن لأجداد البشرية سيدنا إبراهيم من الكبركك يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إسماعيل شكرا هو هو أبو العرب أبو المسلمين وإسحاق هو أبو اليهود يعني أن اليهود وإلى قلنا الإسحاق رفيه اليهود والمسيحيين حتى كلهم كتلة واحدة بمعنى أن الكل يجتمع في إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وأبو المرسلين لما صار يدعو الله تعالى بالليل والنهار أكرمه الله تعالى بنبيين عظيمين كان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق احتقلوا شكرا هو الدبيح وش هو إسحاق ولا ولا إسماعيل اليهود والنصارك يقول الدبيح هو إسحاق وبه نال إبراهيم الخلة صار خليل الله المسلم يقول لك لا الدبيح هو إسماعيل والآية تصحح الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل أولا ثم بعد ذلك وهبه إسحاق إذن فإسماعيل هو الدبيح هو جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجد كل المسلمين والمسلمات فالمقصود أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله ولا يضع أمله في المخلوقات حتى ولو كان عندهم تطور طبي مدهل لأن الخلق هو بيد الخالق عز وجل فاللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ابن للمليكة في فرنسا ويحتاج إلى رغم التطور العمي والطبي في ديار الغرب لن يستطيع أبدا خلق دبابة ولا غير ذلك لكن الله تعالى على كل شيء قدير فاللهم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين نسألك اللهم باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم أن ترزق ابن للمليكة اللهم ارزق يا رب دري طيبة اللهم بشر زوجته بحم قريب اللهم يا أكرم الأكرمين بشر زوجته بحم قريب اللهم ارزق التوأم الذكر والأنت في وقت واحد اللهم يا رحمن يا بر يا رحيم نسألك بأسمائك الحسن كلها ما علمنا ومنم نعلم أن ترزقه الدري الطيبة عاجلا غير آجل اللهم عاجل غير آجل يا رب هم لهم من لدونك ذري طيبة إنك سميع الدعاء وارزق يا رب أولاد للمليك جميعهم رحمة وحنانا وعطفا ومحبة يا ربي يا كريم جميع أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات هذا المطلب كلنا نحتاج إليه كل الأسر كل العائلات بل الشعوب والحضارات والثقافات محتاجة إليه أن يكون هناك الحنان والرحمة في القلوب لأن إبليس دكي واستطاع أن يزرع الأحقاد واستطاع أن يغرس الأضغان بين الخلق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ماذا قال قال أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أرض الإسلام أرض التوحيد رغم كل المناورات التي مرت في التاريخ من أجل طمسي هوية الإسلام والعروب على هذه الأرض المباركة لن تفلح أبدا ولن تفلح نهائيا لماذا؟ لأن قرار قال صلى الله عليه وسلم في الخطبة العصماء في حجة الوداع إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه لكنه لم ييأس في التحريش فيما بينكم لم ييأس في التحريش فيما بينكم إبليس يحرش ما حلم من زوج في صراع مع زوجته أسنوى السبب تحريش إبليس ما حلم الآباء مع أولادهم تحريش إبليس ما حلم الإخوة مع أخواتهم تحريش إبليس ما حلم العائلات أولاد الأعمام والأخوان المتفرقين ومتعاديين ومتباغضين تحريش إبليس الدول الآن ربما في الفكر السياسي والاقتصادي أكيد تكلموا على هناك حدود وهمية هناك صراعات ما بين الجنرالات وأصحاب المصالح واللوبيات هذا نعم كلام معقول لكن في العمق هناك تحريش إبليس ما يقع بين المغرب والجزائر تحريش إبليس ما يقع في كل البلاد الإسلامية من صراعات تحريش إبليس جعل العداوة والبغضاء بين الإخ والأشقاء صاروا يسمون الإخوة الأعداء كثير في اليمن والسعودية الآن وفي أماكن كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة هذه الغمة للا مليك الله يحفظكم الله يطول لك العمور ويفرحك بولداتك وإن شاء الله تشوف ولدك إن شاء الله تعالى عنده درية طيبة ذكورا وإنتاء وتشوف ولداتك وملياتك مجتمعين حولك متعانقين متحابين اللهم تعالى يحفظهم بالسبع المتاني ويحفظهم بالقرآن الكريم ويجعلهم نور على نور اللهم أمين يا أكرم الأكرمين ونتحول إلى إقليم المحمدية مع للا مليكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا للا مليكة الحمد لله أنا فرحانة من اللي اتصلت بكم وجوبتوني ونضع الحملكم الوليدين ونضعتكم سحاستكم بارك الله فيك الشريفة كنت لما نكدعه معين ومريد كنت لما نكدعه معين أجدرك للا مليكة لا إله إلا الله الله يشافيك ويعافيك لا إله إلا الله الله يكون لك ولي ونصير يا رب لا إله إلا الله وشفت الطبيب للا مليكة أشقال لك الطبيب تشخيص دياله طبيب تشخيص دياله ما تشخيص دياله طيال المحمدية كنت لنصده وحيد البروش كنت لقه لا إله إلا الله كنت للا باس وللا بمرا لا إله هذه شي شهر كيش قدرت أن تحرك الله أكبر الله يشافيك ويعافيك يا رحمة يا رحيم يا رحمة ما عمد عليهم عبنيتي تايرا كالدوش ومتحاناته وقام على الوليداتك يا أمد الله يسهل اليوم اللهم أمين اللهم أمين للا ملك الله يشافيك ويعافيك يضهي دويك للا يا ربي يا كريم الله يعطي الوليدات النجاح والفلاح والصلاحة دي فرصة ندعيهم الجميع وليدات المسلمين مع الامتحانات دباو والدخول المدرسي والعطل العطل سلات وبدأوا الامتحانات نتلب الله تعالى يهيئ لهم من أمرهم رشادا ويعطيهم فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لوقمان ويعطيهم النجاح والفلاح ويجعل كل العسير عليهم سهل يسير ويتولهم بالعناية والرعاية يا ربي ولدتنا ولدتكم ولدت جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لأن لما لك الحالة اللي عندك الصحية لك تكون ربما رومتازم ربما لك لك ضعف شديد قد يكون المرض مركبا لأن الإنسان قد يشتري الطبيب واحد يكفي الحكماء في الطب قال لك من استشار أطباء متعددين فقد ارتكب أخطاء متعددة كان يقولها أبو قراط أبو قراط طبيب الفلاسفة أو فلسوف الأطباء كان يقول حكمة من استشار أطباء متعددين فقد ارتكب أخطاء متعددة إني طبيب واحد يكفي لقرأ هذا لقرأ الآخر والعين مواضح عنده قواعد وعنده أصول وربما أن المريض يحتاج إلى متابعة لكن لما نستشر أطباء متعددين ربما قد تتوزع طاقتنا الإيجابية عليهم وبالتالي نبقى في دوامة على كل حال للا مليكة في العلاج هناك أشكال وألوان كثيرة ومتعددة من بينها أن الإنسان يعتقد بأن هذا الجسد ليس ملكي هو مستعار هذا الجسد هو ملك لله فكل ما في الوجود هو ملك للمالك جل جلاله وقد أعارني سبحانه وتعالى هذا الجسد وشق له البصر والسمع وصوره سبحانه هو الذي صور كل مننا بصورة كل واحد يشوف رسول في المرآة غدلق الصورة اللي عنده هي هيبة من عند الرحمن كان واحد جميل جدا ساخرة من إنسان قبيح جدا فنظر إليه لقمان الحكيم وقال يا هذا أتسخر من الصانع أم من الصنعة فكلهما على خطأ لأن المخلوق هو صنعة والذي صنعه الصانع ففيما تعيب هل تعيب في الصنعة أم في الصانع فلا ينبغي الإنسان أن يتدخل في شيء لا يملكه نحن جسمنا من كل الله هذا الجسم قد يصبه مرض واضح بيين لأطباء لا يعجزون على معرفته عندهم بيانات واضحة تحليل دموية عندهم لغام الأشعة كباله المرض كان بعض الأمراض قد تكون خفية لماذا خفية؟ حتى هي مركبة فيها مرض نفسي على مرض عضوي على مرض روحي وربما قد يكون احتل الجن الجنب العقلي كل مركب ابنك يكون مركب الطبيب يحتار هو كيشد من الجانب وكيغيب لي جانب آخر لكن شكلك يحضر لي جوانب الطبيب سبحانه وتعالى كان ابن مسعود لما مرض قالوا أن نلتمس لك طبيبا قال الطبيب أمرضني وهو يعالجني يعني يقصد رب العزة جل جلاله وكان سيدنا إبراهيم الخليل كان يقول وإذا مرضت فهو فهو هو هو يشفن الأشافي هو الله لما سأل إبراهيم الخليل يا رب المرض ممن قال المرض مني قال والدواء ممن قال الدواء مني قال وما بال الأطباء والمعالجين قال جعلنا الدواء على أيديهم وفي رواية قال أوليك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم رب دلهم سبب من أسباب الرزق حتى يتنعموا ويعيشوا حية هنئة كل فضل من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تعتقد بأن كل شيء من عند الله هذا الاعتقاد يجعل جسمك يخضع للمولى وبالتالي كيف دا كيف دا الشفاء كالتمس الدواء نعم ربي خلق الدواء وخلق الدواء وجعل لكل دائين دواء كالتمس الدواء ولكن من الدواء ما كده ليوالو أشهد دير غمشي عند صاحب الشعن عن مالك الملك وانقل يا ربي داويني بدوائك يا ربي شافيني بشفائك ربنا قال إن الدواء كثير من غير الدواء الكماوي والجراحي هناك الدواء بالذكر وهناك الدواء بالصدقة وهناك الدواء بالدعاء أنواع كثيرة ندعو الله كثير يا رب شافي وعافي ربي يحب أن يسمع دعائك لماذا الشفاء بالدعاء الله تعالى يحب أن يسمع دعاء عباده بغير بيسمع الدعاء ديالك وعطاك مرضه وقال لك يا الله سمعني كلامك سمعني في قيام الليل الناس ناسين تقول يا الله يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا كريم اكشف عني ما بي من ضر يا حنام بغير بيسمع الصوت ديالك في قيام الليل هذا مقصد من مقاصد الدين قد يكون السبب أن الله تعالى يريد رزقك أن ما أعطاك من الأرزاق تعطيه وحد الجانب من الصدقات ذو مرضاكم بالصدقات أحب الله تعالى أن تعطيه من مالك من حر مالك من طيب مالك تعطيه للفقراء والمساكين وتوسع عليهم ليكون لك دواء وقد يكون العلاج يكون بالذكر سهل بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورباءها الدكر سوسوني فيتامين هذه الأذكار هي عبارة عن فيتامينات ومقويات للجسد وخيرها هو الصلاة على النبي الكريم الصلاة على النبي الكريم شفاء من الأمراض والأسقام لذا نقول في دعائنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللي بغيبقى دائما صحيح نجي كورونا نجي البرودة نجي الروماتيزم نجي الدياليز نجي الليجا لا حق ولا بطل لأن أنت عندك العمق ديالك قوي ومتين مثل الصلبة كيف تقويه بالصلاة على النبي المختار الصلاة على النبي المختار تعطيك القوة حتى ولو جاءك المرض تتحمل كنعرف الناس عندهم أمراض خطيرة عندهم سرطانات وفرحان ممسوقش المرض المرضى لعيش معه وقام ممديها فيه علاش حكي صلاة على النبي الكريم وكي يأكل مزيان وشرب مزيان ودحك مع الناس مزيان وقت الصلاة ورهز معه المرض كي يقول لك ويفعل ربي أراد لعلاش لأنه معمر قلبه بالصلاة على النبي الكريم وكل بعد مدة قليلة زال المرض وتبخر نسأل الله تعالى لك للمليك الله يشفيك ويعافيك اللهم تعالى يجبر العظم ديالك ويقوي الشكيمة ديالك ورزقك الصحة والعافية رب الناس يأذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم ولا يبكي ألم وكنخل الأحباب الكرام من صفات العلاج والشفاء والدواء الاكثار من الصلاة على النبي المختار والتعبير عن حبك للنبي الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تفرح بالنبي الكريم من فرح بنا فرحنا به وإذا جاءتك الفرحة فإن الهرمونات ذي الطاقة الإيجابية تتنامى وجهاز المناعة يتقوى واتقرسك بأنك بين عاشية وضحاها قد خرجت من دائرة المرض والسقم والضعف إلى دائرة القوة ودائرة الصمود ودائرة الفلاح فاللهم صلي على النبي الكريم واجعل صلاتك عليه شفاء لنا ودواء من الأمراض والأسقام صلوا عليه جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل أيها الأحباب الكرام الآن نتحول إلى منطقة مزودة مع سفو الضل مع سفو الضل نعم السيلحاج حياك الله سفو الضل بغير السيلحاج لفات الله يطول عبرك مولاي وكن شكرك على هذا البرامج هذا كتنورنا بارك الله فيك أخويا وكتشجعنا جزاك الله الفخير جزاك الله عنا خيرا وإحسنا يا ربي يا كريم بارك الله فيك يا ربي تحملك الوليدة اللهم أمين جميع المسلمين يا رحمان يا رحيم وكتلح لك الوليدات يا ربي يا كريم اللهم أمين أمرك زيادة جزاك الله الفخير الله يحفظك ووليداتك بغيت معاه أنك واحد الدوع ديال الخير الوليدات والزوجة وواحد السيدة مريضة مش كنات عليها بشي يشافعها الله يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم بارك الله فيك أخويا شكرا لك سيف الضل شكرا لك الله يطول عمرك ويحافظك ويرعاك ويباك فيك يا رحمان يا رحيم الحمد لله الناس دي لنا دي الأهر المغرب الحمد لله كلهم عمر بالإيمان وعمر باليقين رغم الظروف صعبة رغم بعض الأمراض التي تبدو مستعصية رغم الظروف التي تبدو شاقة ومع كل هذا القلوب دي المغاربة فيهم الإيمان واليقين مرتبطة بربها أشهد يوقع في ملك الله إذا كنت متمسكا بحبل الله المتين أشهد يوقع لا شيء إلا رحمة الله الصلاحاك يقول لك إننا لا نرى في الوجود سوى رحمة الله في كل مكان تتجلى هناك من يراها رأي العين وهناك من تغيب عنه لأن بينه وبينها حجابا مستورا لكن في الوجود رحمة الله هي لكن وربنا عز وجل يتجلى بها وكل من طرق بابه أغضق عليه من نعمه وكل من صدى عنه تركه لحال سبيله وسوف يتحب إذا تركه الله تعالى بعقله ومنطقه وفهمه سيتحب ولكن الحمد لله من خلال هذا البرنامج كنسمعوا الكلام دي المغاربة يعني كل الإقليم كنخدموا كلاما ومن خلال ذلك نستشف النفسية والسيكولوجية والبنية العقلية دي المغرب الحقيقيين ما هي هذه البنية ما هي هذا الصلب دي النفسية دي لهم ناس مؤمنين ناس طيبين ناس فيهم النية ناس يتوجهون إلى الرحمن والحمد لله فوزنا ورب الكعبة رغم المشاكل اللي كان عني منها رغم الظروف الصعبة إلى أن هذا المعطى هذا الكرامة فنحن فائزين ورب الكعبة سي فضول طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يصلح لك الولدات اللهم تعالى يعطيهم الصلاح والفلاح وينبتهم المولى نماتا حسنة ويجعلهم صالحين فالحين ناجحين مباركين مرضيين الله يقربهم العيون يا ربي يا كريم وقال لمراضيك سيدي فضول طلبوا الله تعالى شفيهم ويعافيهم ويفتح لهم باب الرجاء وباب العطاء وباب الكرم ويجعل هذه الساعة المباركة آخر أحزانكم وأتعابكم وما يليها يا رب أفراح ومسرات وكرامات وإمدادات وعطاءات وفيضات وإشراقات وخير عظيم بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حافظكم الله ورعاكم الله بقام عناسي في الضول ختم الحلقة للوحة الدعوة الخير ويكون لك فيها أوفر نصيب شكر الله لك وحافظك ورعاك نتحول إلى فرنسا مع للا حيات ألو ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم الدكتور كريبان حياك الله للا حيات كدرت يلا بس أليك الله يبرك فيك ويطول عمرك للا هادي هادي التاني يوم اختراك انا عيت وكان شكرك بزيف على ذك الدعاء اللي دعيتي معايا وكان شكر الصير رمضان اللي كانت تدخل دياله في المستوى برك الله ودبا كان ودبا كان طلب منك غير تدعي واحد الدعاء الواحد الرجل اختي مسكين في الصبتار در واحد العملية ادعي معاه بالشفاء الولداته ينضلهم صحيح وصح وكي موقف غير تهو مسكين وغد دعي معا الولدة ديالي مسكين اللي يطول عمرها ويعطيها الصبر كما صبرت أنا ويلقنا في ساعة الخير في مقارب يربي وغد دعي لي مع ابنة ابنة اختي مسكين لتوفالهم رجلهم آية ودعاء وزهير آية ودعاء وزهير بالنجاح والصحة وبس بغا وان شاء الله وطول العمر حتى نتشوفو ان شاء الله في مقارب يا ربي يا كريم للاحيات يا ربي يا كريم بارك الله فيك بنتي الله يكمل لك وغد ترحم لي عذاك الله يعطيك استر على واحد نسيبتنا هذه جثمانة من لي توفات تهي يا الله يرحمها ويطو والله يرحمها ويرحم الجميع ورحم جميع الأموات وغد ترحم لي واحد صديق وصديقة لنا كونا المغاربة على صلح الدين الغمار لا إله إلا الله هذه قريبة سانة من لي توفات يعني خلى واحد الواجع فينا كونا المغاربة كنت شكره دايما الله يرحمه ويستعلي في النهار الله يرحمه ويستعلي يا ربي يا كريم يا ربي شكرا لك من الحياة شكرا 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 السلام عليكم وانتو وشالكم والله يطول عمركم ويجد ويجدكم حول المداد وباش بغيتو ان شاء الله يا ربي يا كريم شكرا لك للاحياة مارك الله فيك وتحية كبيرة لك ولكل الجالية المغربية المقيمة بفرنسا والمقيمة خارج أرض الوطن وكن قلوا لهم را كنحبكم بزاف وكنشتاقوا إليكم ولولا ولولا الغربة لا كنا دوما مجتمعين الله يجمع الشمل بين العائلات والأحباب والأقارب ويديم المودة والرحمة بين الجميع شكرا لك للاحياة ولاحظ بأن حتى في فرنسا رغم النزعة المادية ونظام الحياة ولكن هناك الحمد للشارة الإيمان لا تزال تنبع من قلوب هؤلاء المهاجرين والمهاجرات أنتم أيها المهاجرون والمهاجرات ربنا أرد منكم أن تكونوا صفراء للخير وللإيمان وللصورة المشرقة للإسلام الإسلام دين التسامح دين التعايش دين المحبة دين العمل ودين الرحمة وأنتم الحمد لله المغاربة ديالنا أراكم كتقوموا بوحد دور عظيم دون أن تدروا كم من واحد ما الآن ما هو لا علم ولا فقيه وكيقوم بوحد دور أعظم مما يقوم به الفقهاء والعلماء لأنه بمعاملته الحسنة وبطيبوبة قلبه وبإحسانه وبأخلاقه كي أثر في الناس تأثيرا عظيمة أسأل الله الكريم المتعال بنت للا حيات يا ربي هذه السيدة اللي هي مريضة الله شافيها ويعافيها كالدرع عمالي الآن ربنا هو الشافي وهو العافي الله شافيها ويعافيها ويدويها ويطول له العمر وهدنا سلمة لك من العائلة يا ربي كريم من طلب الله تعالى يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح الجنات ويجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشغداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا وكذلك نسأل الله أن يسوقهم الصبر أنت ولي والدة ديالك را الحياة بنتي ملكة بدون معاناة لا قيمة لها الحياة لا بد أن فيها معاناة وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصبر يلهمنا الصبر علش لأن المؤمن إذا صبر وإذا احتسب فإنه يرتقي في مقامات إياك نعبد وإياك نستعين في مدازل السالكين إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين الصبر مهم لأن هناك مقامات في الجنة لن يدركها العبد لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته وإنما يدركها بماذا؟ يدركها بصبره على البلاء والشدائب فالصبر لا يعطى لأي كان يعطى لأهل الله وأحبة الله فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر الأولياء المقربين وصبر أيوب عليه السلام لن ننسى أبدا رجال عظام ونساء صالحات مروا على أرض المغرب وذكرت من بينهم المشمول برحمة الله السيد صلاح الدين الغماري هذا لم يعد ملكا فقط لوالديه هذا ملك للمغاربة أجمعين لا ننسى أبدا إطلالته البهية على القناة الثانية ولا ننسى أبدا إخلاصه في العمل ونشطه الدؤوب وتحركه من مكان إلى مكان لن ننسى أبدا إرشاداته وتوجيهاته السديدة لن ننسى أبدا وجه الجميل والأنيق لن ننسى أبدا الصفحات البيضاء التي وضعها ربما أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى لماذا؟ ليناد الجائزة الله سبحانه وتعالى جعل له زمان محدد كل واحد منا يوم حياته ويوم وفاته ولا ربما أراده الله تعالى لكي ينعم في جنات النعيم واطلع الله تعالى على حياته فرأى بأن خيرا له أن يرحل لهذا هكذا يموت الإنسان الله تعالى يطلع على عمر الإنسان فيرى سبحانه وتعالى أن خيرا للعبد أن يرحل لم يبقى له في الدنيا إلا متاعب أو صدمات أو ابتلاءات شديدة لا يقوى عليها فيقول الله تعالى للعبد المؤمن تعالى إلينا لترتاح عندنا تعالى إلينا لنجازيك فقد أتبت حسن السيرة والسلوك ولعله الآن في الجنة ينغمس في أنهرها فرحم الله صلى الله عليه الغمار ورزق والديه وأحبابه وأقاربه وزوجته رزقهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون ولننسى كل الرجال والنساء الذين ودعونا خصوصا في للشهور والسنوات الأخيرة منذ زمن الكورونا لعل آخرهم كان الفنان المحبوب لدى الجميع أستاذ الفاضلي الذي كنا نستمتع بمداخلاته الجميلة وتقديمه للنشرة للأمطار والخيرات كان دايما كيب الشرب الخير ولكن الأمر لله تعالى ربنا أراده بجواره فنسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعله من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون نسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من الرياض الجنة نسأل الله تعالى أن يجعل حيته نورا وضياء وبركة في الفردوس الأعلى ورزق أهله الصبر والسلوان وإن لله وإن إلي راجعون هذا ما نقول علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا فقدنا حبيبا أو قريبا ماذا نقول نقول إن القلب لا يحزن وإن العين لتدبع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون فطوبى لمن كان في هذه الدنيا متسعمحا وطوبى لمن كان في هذه الدنيا مادا يديه إلى الخير طوبى طوبى من كان متسامح يكفيك لأن الإنسان تقول كيف أنال درجة الجنة كيف أنال الدرجات العلاء شروط كثيرة لكن أبرزها أن تكون في الدنيا متسامحا فهذه فرصة لكي نتناصح أيها الأحباب الكرام الكثير مننا الآن ربما عنده في صدره عنده شحناء وعنده بغضاء وفرق العائلة وعنده خصام أبغى ينتقم وأبغى يرد صعصعين ويعدم نفسه ويعدم الآخرين الدنيا لا تحتاج إلى كل هذا لا تسوى هذه القيمة العظيمة التي نتصورها حتى يكون بيننا عدم ومغضاء المفروض أن يكون بيننا تسامح لنا غدا أو بعد غدا سوف نودع فلان نقول رحمه الله الدور علينا سيأتي يوم من الأيام تقول فلان رحمه الله كان ولم يبقى ماذا علينا مالذي يبقى الأعمال الصالحة وخيرها أن تكون متسامحا مع الغير لأن الله تلا يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم سؤال استفام إنكاري ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي نعم لكي يغفر لنا الله سبحانه وتعالى ماذا علينا أفعل أن نتسامح فاللهم ارزقنا في قلوبنا العفو والرحمة والتسامح فيما بيننا حتى ننعم بحياة طيبة مباركة وأن نلقاك يا مولانا في الآخرة وأنت عندنا راض غير عضبان اللهم ارزق التسامح بين الأزواج والزوجات اللهم ارزق التسامح بين الأبناء والولدين اللهم ارزق التسامح بين الإخوة والأخوات اللهم ارزق التسامح ما بين الجيران اللهم رزق التسامح بين أفراد العائلة من الأعمام والأخوال اللهم رزق التسامح ما بين أصدقاء العمل وزملاء العمل اللهم رزق التسامح بين كل عبادك المؤمنين وحتى بين الشعوب الشعوب الإسلامية التي قال فيهم ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس أولى الناس بأن يتسامحوا فيما بينهم وينبدوا وراءهم الكراهية والبغضاء وأن يضعوا أيديهم في أيدي بعض وأن ينسوا الخلافات والمشاكل الدنيوية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأن يعلموا بأن الأرض ملك لله وأن الخلق خلق الله وأن كل شيء بأمر الله وبالتالي تكون حياتنا طيبة وتكون حياتنا نورانية فاللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين